السلام عليكم والبنات اليوم جبت لكم كيكا سبينا وشيشة داخل ارتبة والمقادر دي والهبسات ويعني بغيت تصوي بها القوتي بلا متحيري اتوجدها فرمشة عين نص ساعة المقانة ستكون موجودة سنبدأوا على بركة الله سندزل المقادر هنا لدينا ثلاثة البيضات بالحرارة دي المطبخ سندزل الحليب سنبدأوا قبيصة دي الملحة سنطربهم زيان مع بعدياتهم سنطربهم زيان من بعد سنزيد نصف دي الساندة سنخوي الكاس الليولاني وانا سنطرب من بعد سنزيد نصف كاس الاخر سنطربهم زيان جانسنا الخالط من بعد سنزيد كاس دي الزيز ومعلقة دي الخل نفس الكاس المقادر نحن نحن نعبارهم كلهم سنزيد تقريبا ثم نضيف سنطرب سنضيف البيضات زيانة التقريب وأنا سنتقبل كامل ثلاثة الخمارات سنطرب تقريبا سوف نشد القياس دقيق ما هي تقيلة ما هي خفيفة بين وبين سوف نأخذ الطاوة نضيف الزيت ورشيتها بالطقيق خويت فيها الخالد خليت تقريبا واحد ثلاثة المعلقات نستعليهم معلقة ونصف غبرة الكاكاو خلطتها مزيان مع بعدياتهم سوف أخويتها هنا فوق الخالد حاولت نخويها الوسط بحلقة كما تشوفو نخويها غير الوسط بها الطريقة بحلقة سوف نخويها كلها تقريبا حيث ما خليت بزيان فغير واحد ثلاثة المعلقة ثلاثة المعلقة ثلاثة الربعة سوف أخذت الكاغدون دورتها بحلقة جوج مرات سوف نشكل فيه وردة بها الطريقة كتعطي المنظر ديالها زوين ومي تقطع كيكا تجيكم زوينها هنا كان عندي الفران ديجة أنا مسخناه على نار متوسط دخلت كيكا درتها الفوق والعافية كتكون ملتحت سوف تطيب لنا ملتحت كنهبطوها كتذهب لنا من الفوق تقدر تطيب لكم من الفوق وملتحت دقة واحدة نصف ساعة المقام سوف أخذتها بردات كي ماشتوا بحلقة وسوف يدهنتها هنا بضانت دانون عندي شكولات دهنتها بحلقة وتدهنها بشكولات وتدهنها من الفوق وتدهنتها بحلقة وسوف يدهنتها بحلقة وهنا عندي بيمو فرتلتها بحلقة سوف يدرسوا من الفوق زوقتها بهذا الشكل بحلقة كما تشوفها وممكن تزين كي بقى اختياري لحسب اللي بغيت انتمو ولي متوفر عندكم عندما كي ماشتوا بحلقة زوقتها كلها أعطي تجيه شيشة وسهلة وفي ساعة توجد سوف تجربوها وسوف تنفعكم القوتيب الصحة والراحة